شدد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استمرار الدولة في متابعة أسعار السلع لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها أضف رئيس الوزراء أن الحكومة تحددت مجموعة تشمل سبع سلع استراتيجية لمتابعتها وضبط أسعارها ومحذرا من أي ممارسات تستهدف احتكار أو إخفاء هذه السلع حقيقة كان هناك خطوة استراتيجية أن نبدأ بمجموعة من السلع الاستراتيجية اللي بتنس حياة المواطن عشان هي دي تبقى المرحلة الأولى وبأكد المرحلة الأولى إيه هي هذه السلع اللي احنا حددناها اللي في قرار رئيس الوزراء اللي صدر اليوم السكر الرز زيت الخليط الطعام الفول اللبن الماكرونة والجبن الأبيض سبع سلع رئيسية احنا نعي تماما أنها بتنس حياة المواطن اليومية وبرضو دي بتؤثر في التضخم اللي بيحصل في الدول بموجب هذه أننا أعلنتها كسلع استراتيجية بقت بتخضع للمادة تمانية في قانون جهاز حماية المستهلك أن لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي إجراءات أو ممارسات احتكارية ولا إخفاء ولا عدم بيع لهذه النوعية من السلع اللي احنا أعلناها وفيه عقوبات واضحة جدا في قانون جهاز حماية المستهلك على هذه الممارسات الغير محمودة اللي ممكن تحصل طالما أننا أعلنت كرئيس وزراء أن دي سلع استراتيجية من هذه اللحظة بمجرد إعلان أنها سلع استراتيجية بقى أي إجراء أو ممارسة غير محمودة من بغرض الاحتكار أو الإخفاء لها عقوبات